دولار. مشاهدين عودة لضيفية السيد يوسف للتعليق على هذا الموضوع وكيف سوف يؤثر بداية على سهم المملكة. سيد يوسف تأثير هذا الخبر على السهم؟ نعم. أول شيء الذي يقيم سعر الشركة بالسوء هو السوء نفسه. هذا التقييم العادل للسوء هو أفضل مقيم لسعر شركة مدرجة. لأنه يأخذ بعين اعتبار كل الأخبار والمعلومات التي هي معروفة. النقطة الثانية. لما يتم تقييم شركة يجب أن تستعمل نفس المصرة تحت التقييم لما تقارن مع شركات أخرى. فما تستعمل طريقة تقييم معين مع شركة بطريقة مع شركة أخرى. فلازم يكون في تساوي بمنطق التقييم بين الشركات. وتالثا التركيز ما هو التقييم بس يعتمد على الماضي. ولكن على المستقبل شو تدور الشركة شو اتجاهها. فالشركة متجها لتكون يعني مقبولة إسلاميا أكثر. عم يسير فيها تحضيرات أكثر. بنفس الوقت ما ننسى أنه السوء السعودي حينفدح للأجانب قريبا. والشركة إذا بتقنية مع بعض الشركات بالخارج هي بالدمة. يعني شركة عندها تمركز جيد. فهذا سينظر إلى. مع أنه مستوية ربحية فيها ما هي إلى الآن مرتفعة. لكن شركة ما زالت عم بتدير المخاطر. شفنا بالنزول 2008. الشركة قدرت تدير المخاطر بشكل أنه قدرت تستمر. وهذه مهم استمرارية كثير منيحة. وجيدة بتفرج على صلابة واتجاه الشركة نفسها نحو بحر الأمان. نقطة أخرى بحب أسكرها على التذبذب طبع الشركة كمان اللي ذكر. صحيح. قرن الشركة مع السوء نفسه. يعني التذبذب كان بيتماشى مع السوء. فذكرت الشركة يعني أنه وقت التقييم كان شوي مرتفع بوقت معين. لكن إذا مطلع السوء نفسه عم تتجاه الشركة مع السوء. تريبا. تجاه السوء. تجاه المؤشر. فكيف بيأثر ممكن هذا على تجاه الشركة. أنا بعتقد إيجابي. يعني حاليا الشركة المملكة القابضة. ساهمة عم يتجه في بولغر العلوي. في طلبات جيدة على السهم. ما عم يشوف فيه تدورة عالية. في طلبات كثيرة على الأسهمة. بعتقد. والتصوري أنا مع الاقترام من وقت الإعلان نهائي عن الرتيجة تحت الدعوة. بعتقد سعر الشركة يكون أعلى من المستوى الحالي. يعني تتوقع أن الأمير يربح الدعوة ولا يخسرها؟ عفوا. ما اسمع السؤال؟ تتوقع أن الأمير يربح الدعوة التي رفعها على منجلة فورس ولا يخسرها؟ نتمنى له ألف توفيق إن شاء الله. لأنه في كثير عوامل إذا أخذت بعين الاعتبار في هذه الدعوة. هذه هي قضية عادلة إذا أظهرت بشكل المفروض تظهر عليه من ناحية تقييم الشركات. نعم. طيب نتحول مشاهدين الكرام إلى أسعار المعادن النفيسة. وبالتحديد الذهب. حيث تراجعت العقود الآجلة للذهب خلال التعاملات بورصة نيويورك. في نهاية الأسبوع بنسبة 2.13%. وتكبدت خسائر لأول مرة في ثلاثة أسابيع. وتأثرت الأسعار مع ارتفاع الأسهم الأمريكية والدولار. وهو ما أدى إلى تراجع المعدن النفيس بعد تقرير الوظائف الشهري للولايات المتحدة. وسجلت عقود الذهب للتسليم الفوري خلال نهاية الأسبوع. انخفاضا بمقدار 30 دولار و83 سنة إلى 1383 دولار للأوقية. وانخفضت العقود التسليم أغسطس بمقدار 32 دولار و80 سنة أو بنسبة 2.13%. وهي أكبر خسائر لها منذ الخامس عشر من أبريل نيسان. لتصل عند التسوية إلى 1383 دولار للأوقية. عودة مشاهدين لأستاذ يوسف. بالبداية كلنا نبيل أسعار الذهب تتراجع. وكلنا نبيل نشتري ذهب بالنهاية. بداية ما هي أسباب التراجع في أسعار الذهب؟. لاحظنا هذه التراجعات مستمرة. أعتقد أول شيء لتجاه العام للدهب. هبوط ما هو صعود. بس الأسباب الرئيسية لتراجع الدهب. ابتدأنا من وضع أبروس. ولما بيّن أن أبروس ممكن أن تجبر على بيع كميات الدهب اللي عندها حوالي 13 طن وكسور. لأنه ما عم تقدر البنوك المركزية توفي بإلزاماتها المالية. هذه أخذت كفكرة أنه ممكن تطبق على جميع المصارف المركزية التي لا لديها القدرة تسدد إلتزاماتها المالية. وفي أوروبا خاصة بكترة. وهذا ترجم على أنه ممكن أن يكون في بيع كميات دهب كثيرا بالمستقبل. فهذا السبب الرئيسي الذي تراجع في أسعار الدهب لما سواد منخفضة. بالسبب آخر الآن الزيادة. أنه وضع الاقتصاد العالمي في تحسن. الدهب طبعا ينظر إليه أنه ملاذ آمن. فبالتالي الأسواء عم تعمل منيح. الاقتصادات عم تتحسن. النمو موجود. فما في ضرورة على أنه الدهب يؤخذ على اعتبار كأمالاذ آمن. لكن ما ننسى كمان أنه أمريكا وكثير من البلدين مثل اليابان. عندها تأسير كمي. تأسير كمي معناتها طبع عملة. طبع عملة يعني أي شيء مقيم بعملتها. مثلا ناخد أمريكا أي شيء مقيم بالدولار الأمريكي. يعني مفروض يرتفع في حال تراجع أو صار في طبع عملة أو تراجع شعر الدولار. لأنه مقيم بالدولار. العقار والسلع من ضمن مفط ومعادن ثمينة الأسواء المال. كل هذه مفروض أنه تنطلق إلى أعلى في حاصة في تراجع بالكوة الشرائية للعملة. ومن سنة 1930 تراجع الدولار الأمريكي حوالي 97% كقوة شرائية من قيمته. فبالتالي الآن مع أنه الدهب في نزول. قد نرى مستوية الألف ومية ألف ومتين على الدهب. تقريبا أمس الدهب. لكن بعتقد على مدى البعيد الدهب. يستعيد ضريقه لما المشاكل تبين. خاصة ديون أمريكا 17 تريليون دولار إلى الآن. نعم إذن سيد يوسف قسنتيني. أشكرك. والتقيق إن شاء الله في الأسبوع القادم يوم السابق.